للحديث عن الموازنة الاتحادية والأزمة المالية ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي منار العبيدي سيد منار مرحبا بك إذن مجلس الوزراء يصوت على موازنة 2021 من خلال متابعتكم للموازنة وبنودها هل رأيتم فعلا أنها إصلاحية كما تتحدث الحكومة ووزير المالية؟ نعم أولا تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدين الكرام حقيقة الموازنة 2021 تعتبر أضخم موازنة في تاريخ العراق بمبلغ جمالي يقدر ب150 تريليون دينار وهو أول موازنة بهذا الحجم منذ تأسيس الدولة العراقية حقيقة وعادة في هكذا موازنات كما تدعى بالانفجارية تكون إرادات الدولة هي العامل المهم في هذا الموضوع ولكن عندما نرى الموازنة للأسف نجدها أنها تفتقر إلى موضوع الإرادات وهناك أرقام مبالغ فيها في موضوع الإرادات غير النفطية حيث تم زيادة أو تضخيم الإرادات الضرائب بنسبة أكثر من 200% رغم عدم وجود أرقام حقيقية لهذا شيء وأيضا محاولة زيادة الضرائب وزيادة الإرادات الأخرى المتعلقة وإهمال أكبر عامل في الإرادات العراقية وهو عامل الإرادات النفطية حيث اعتبرت الموازنة أن سعر النفط بحدود 42 دولار وهو حقيقة اليوم في السوق العالمي يتجاوز الـ 50 دولار فهناك حقيقة آليات غير مفهومة وغير قابلة للتطبيق على المستقبل القريب من هذه الآليات سيد منار إذاح لي الموازنة كمواصفتها انفجارية وبذات الوقت نمر بأزمة مالية وعجز وإلى آخره كيف نفستر هذه الآلية؟ نعم يعني الفكرة ببساطة حاولت الدولة تضخيم الإرادات الأخرى على حساب النفط لاعتبار أن تعار النفط تراجعت ولكن هذه الإرادات وهذه الآليات التي اتبعت أولها تغيير سعر الصرف بالشكل الحالي وأيضا وضع الضرائب على مختلف الأمور ومنها الضرائب على الوقود والضرائب على الموظفين والضرائب على المحلات التجارية وعلى كثير من المهن هذه الحزمة مرة واحدة حقيقة تؤدي إلى انكماش كبير في السوق العراقي وبالتالي تؤدي إلى ضعف استقبال المواطن العراقي وبالتالي تؤثر بشكل عام على الاقتصاد العراقي كان الأجدى اليوم أن تقوم هذه الإصلاحات إن تم اتباعها تقوم بحزب مراحل متعددة يتم من خلالها ملاحظة موضوع الضرائب ومن ثم تغيير السعر وأيضا مراقبة سعر سوق النفط لمعرفة إلى أين هو يتوجه هناك الكثير من الاستقراءات تتكلم أن سعر النفط سيتجاوز الـ 55 دولار نعم سيد منار ونحن عن السوق العراقية برأيك قرار رفع الدولار سيساهم بذهاب التجار إلى المنتج المحلي وبالتالي يكون موجود أكثر من المستورد يعني موجود أكثر من المستورد أكيد لا اليوم حقيقة المواد المستوردة تمثل حدود 90% من السوق المحلي لكن ستساهم في تعزيز المنتوج المحلي نعم أكيد ستساهم على المستوى البعيد ولكن ليس خلال الفترة القريبة هناك إنشاء المصانع تحتاج إلى الكثير من الوقت لجلب المكائن وإنشاء المشروع وتشغيله ولكن على المستوى البعيد قد سيساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي الذي تعرض إلى تراجع كبير نتيجة المنافسة الشديدة بسبب وجود المواد المستوردة وعدم تطبيق التسعير القمرقية بشكل صحيح التي أدت إلى تدمير الصناع العراقية بشكل كامل وبالتالي أن عملية زيادة سعر الصرف مع السيطرة على المنافذ الحدودية قد سيساهم في زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي ولكن ليس على المستوى القريب بل سيحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى هذا الموضوع أتوقع أنه خلال نهاية السنة ممكن أن يشكل الناتج المحلي من القطاع الصناعي بحدود 6% وهو حاليا لا يمثل أكثر من 1% الخبير الاقتصادي منار العبيدي كنت معنا من بغداد أشكرك جزيلا شكرا شكرا